أولا قضية الحقوق المادية بين الزوجة وزوجته يعني ربما بعض الأزواج يطلق زوجته طلاقا بائنا خلاص سنتئل حيا بينهما وهو لم يفي لها بالمهر مثلا وهؤلاء ثلاثة كما قال عليه الصلاة والسلام هو خصمهم في يوم القيامة الذي نكح امرأة ولم يفي لها بمهرها هذا خصمه رسول الله في يوم القيامة أعوذ بالله من هذا المآل والحال ويجب عليه الوفاء أيضا هناك يعني أموال مشتركة بين الزوج وزوجته مثلا اشترك وهم في حالة الأسرية في حالة السرور والحبور اشترك في شراء بيت مثلا أو اشترك في بناء في شراء أرض مثلا أو في سيارة أو في أي شيء إن كان هي دفعت لم تدفع هبة ولا أعطية وإنما دفعت شراكة جزء أو دفعت قرض له يجب عليه أن يفي بهذا القرض لها ويجب عليه أن يؤدي المال الذي لها فإن كان المال شراكة فحسب النسبة التي اتفق عليها حسب ما دفعت هي وحسب ما دفع هو يجب عليه الوفاء بهذه القضايا هذه قضايا كثيرا ما يحصل فيها الخصومة والمشكلات بعد الزواج يعني مدية كيف يكون ذلك؟ مثلا الرجل أراد أن يشتري سيارة طيب زوجة موظفة مثلا فتشتغل في وظيفة فهي تكفل كفي الغارب ثم يغضم منها ويطلقها ثم هو يستمتع بالسيارة وهي مطلقة في بيت أهلها والأقصاط الشهرية تخصم من راتبها حتى تنتهي وهذه أخي مصيبة عظيمة ولا أدري لماذا لا يكون هناك نظام في البنوك يعني إذا حصل الطلاق في هذه القضايا على وجه الخصوص تنتهي هو يتحمل المال هو يتنعم بالعين وهي تدفع المال الآن يقولون لها ادفعي حتى تنتهي الأقصاط ثم اشتكي عليه في المحكمة صحيح هذا إجراء يعني لاحقا جيد لكن الأجود منه هو الأفضل يا أخي انتهت الحياة الأسرية بينهما تنتهي الكفالة كفالة الغرب صحيح التي وقعت بينهما الآن يا أخي بعض الرجال يشتري بيت وزوجته شريكة له فيه لكن ما ثبت الشراكة يستمتع بالبيت ويحرمها يريد أن يناكفها وينتقم منها فيحرمها وهذا لا شك جريمة عظيمة ولا شك أنه آكل لأمال الناس بالباطل ولا شك أنه يجني على نفسه وهو لا يشعر يربس على نفسه ويعتقد أن المال خلاص المال اطلقت ما عد لا حق فيه وهذا لا شك أنه حرام ولا يجرد